هلو ايه روان واتساب اليوم سوف نتحدث عن يوستو انظروا هاته في كل الجملتين لدينا يوست ولكن هناك اختلاف بين يوست في الجملة الاولى و يوست في الجملة الثانية هنا يوست جاءت بمعنى استخدم انا استخدمت سكينة لقطع التفاحة ولكن في الجملة الثانية تعني اعتاد على الاختلاف هنا بسبب تو وتعني اخي اعتاد على التدخين والان قد تركه فموضوع هذا الفيديو هو يوستو بمعنى اعتاد على ملاحظة اخرى هذه الكلمة لها لفظين يوز يعني اسم ناو وتعني استخدام ويوز فعل وتعني يستخدم تعبر عن عادة في الماضي اعتاد على ان يلعب كرة القدم كل يوم سبت ولكن الان هو لا يفعل ذلك اذا يوز تو تستخدم لاختبير عن شيء كنا نقوم به في الماضي والان تركناه او اشياء لم نكن نفعلها ونفعلها الان it expresses a past state تعبر عن حالة في الماضي for example they used to be happy together but now they fight all the time هما اعتادوا ان يكونون سعداء مع بعض ولكن الان يتشاجرون طول الوقت اذا مثل ما ذكرنا اشياء قمنا بها في الماضي والان تركناها او بالعكس if you see the structure of the sentence تركيب الجملة subject used to و infinitive verb يعني فعل used to بحالة الماضي وفعل مجرد in negative people didn't used to have mobile phones 15 years ago didn't used to اذا الاختلاف صار دخلت didn't بعد الفاعل وحولت used الى use in questions what did you used to do in your spare time الذي اعتادت على القيام به في وقت الفراغ يعني حيكون عندنا بال negative والانتروغative used والفعل اللي بعدها يكونون infinitive وذلك بسبب استخدام did في النغative didn't بعد الفاعل in questions we use did before the subject قبل الفاعل now we have an exercise عدنا مجموعة من الجمل طبعا هذا السؤال هو matching look my family had some lovely holidays we used to go camping all over Europe عائلتي كانت تتمتع بعطل جميلة واعتدينا ان نذهب للتخيم في أوروبا I was very fit when I was young كنت اتمتع باللياقة عندما كنت شاب I used to do a lot of exercise اعتادت ان اقوم بتمارين كثير من التمارين طبعا exercise بمعنى تمارين تعتبر uncountable باللغة الانجليزية تعتبر غير معدودة يستخدموها بالمفرد The teachers at my school were great مدرسين والمعلمين في مدرستي كانوا اضماء They used to tell us stories اعتادوا ان يخبرونا قصص My sister's room was so untidy She didn't used to tell you it at all غرفة اختي كانت غير مرتبة لانها لم تعتاد على ترتيبها مطلقا I had a dog when I was a kid It used to follow me everywhere كان لدي كلب عندما كنت طفل واعتاد هذا الكلب على اللحاق به في كل مكان When I was young we didn't have a car We used to go everywhere by bus عندما كنت شاب لم يكن لدينا سيارة اعتادينا الذهاب الى كل مكان بواسطة الباس I hope that the subject is very easy to you Thank you for watching